معي من تونس عبر الأقمار الصناعية دكتور عليا العلياني الخبير في الجماعات المتشددة مساء الخير أهلا بك معنا دكتور عليا لنبدأ بالسؤال الأبرز الذي ورد في تقريرنا سواء كان حيا أو ميتا لماذا لم يعد مهما هذا الموضوع طبعا فيما يتعلق بمختار بالمختار يعني مختار بالمختار هو منذ تقريبا أكتوبر 2016 بدأت الشكوك الكثيرة حول بقائي حيا لأنه في نوفمبر 2016 كانت هناك ضربة جوية فرنسية قالت فرنسا أنها من المرجح أنها قد أصابت مختار بالمختار الأمريكان أكدوا الضربة الجوية وقالوا أن معلومات من الاستخباراتية كانت تقول أن بالمختار كان هناك ولكنها لا تستطيع أن تثبت قتله الحقيقة أن العملية عدم اندماج جماعة بالمختار في هذا التنظيم الجديد هو في الحقيقة يعود إلى حتى خلافات سابقة نحن نعرف أن هناك انشقاق حصل في كتيبة المرابطون منذ مارس 2016 وكانت منذ سنة وكان أبو الوليد الصحراوي قد انشق عنه والتحق بداعش وكانت هناك فلول أخرى بقيت معه بالمختار وفلول أخرى قد تخلت عنه أي أن مختار بالمختار كزعيم لهذا التنظيم فقد الكثير من ولااته ومن العلاقات التي كانت لديه هذه الملاحظة الأولى الملاحظة الثانية مختار بالمختار كان يتعامل ويتحالف مع القاعدة وكان يعمل لحسابه وكان بينه وبين عبد المالك الدروكدال أمير القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي كانت بينهما خلافات حول الزعامة وبالتالي التقارير الآن ربما الأقرب إلى المصدقية تقول أن بالمختار حتى وإن لم يمت فإنه من المرجح أنه أصيب في مقتل أي أنه له وضعية صحية حرجة جدا ولكن يصعب أن يكون بالمختار الآن طرفا فاعلا في التحالفات الجديدة الملاحظة الثالثة هي أن الآن بعد معركة الموصل وبعد معركة الرقة والمعارك وبعد خروج داعش من سرط المشهد لهذه الطيارات الإرهابية رجع من جديد وهؤلاء يريدون أن يشكلوا ما يسمى بمرحلة ما بعد داعش لأنه عندما كانت داعش في أوجها كانت هي التي تغطي على أنشطة القاعدة الآن داعش خسرت الكثير من الأرض وخسرت حلفائها والآن القاعدة تريد أن تشكل أحلافا جديدة في الغرب الإفريقي وما رأيناه من اندماج أنصار الدين هذا هو اندماج كان يتجدد وهو وجد منذ 2013 وبعد ذلك أصبحت هذه المجموعة ضعيفة أنصار الدين والمرابطون وغير ذلك الآن هو إعادة تشكل جديد في غياب نفوذ داعش التي ضعفت كثيرا طيب دكتور علي اليوم نتحدث عن أنه ليس طرفا فاعلا بهذا الاندماج هو مختار بالمختار وتغيرت قلة الولاءات وتغيرت علاقاته طبعا بدرجة لدرجة أسوأ ولكن تحدثنا كثيرا بعد الخسارات عامة عن جماعات المتشددة وانشقاقات داخلها وتراجع كبير حتى بتأثير القادة في أفراده ولكن لنصل إلى نقطة بأن يكون هذا الرجل بهذا المنصب وجوده من عدمه لا يختلف ماذا يعني؟ يعني هو في الحقيقة يجب أن نقول أن هناك رجات وزلازل في معقل داعش والقاعدة مختار بالمختار الذي قضى 45 سنة عمره من موليد 1972 قضى 26 سنة في العمليات الإرهابية منذ أن كان عمره 19 كان في الجهاد الأفغاني إذن مختار بالمختار كان يعيش متنقلا متنكرا وكان محتاطا من أصدقائه قبل أعدائه يعني نذكر الانشقاق الذي حصل له مع أبو الوليد الصحراوي وحدث في هذه المواجهات التي كانت له مع داعش تؤكد أن مختار بالمختار لم يعد هو الرجل القوي ولكن مختار بالمختار حسب الكثير من التقارير هو شخص يملك عشرات الملايين من الدولارات يعني أنه هو أمير الصحراء كان يسمى في وقت من الأوقات كان يحتكر تجارة تهريب السجائر المر البورو يحتكر أيضا تهريب السلاح وبالتالي هو شخص غني جدا وهناك صراعات كبيرة حول ثروته وعملية إزاحته باعتباره أنه لم يعد عنصرا فاعلا هذا يعني أن تلك المجموعات أرادت أن تستحوذ على شبكات التهريب التي كانت لي بالمختار ولكن في آخر المطاف لن تستطيع سهل هذا الموضوع منطل وصولها يعني هي لن تستطيع هذه الشبكات لأن مختار بالمختار تقريبا يعني هو معنى يصعب أن يتم معنى الالتفاف على معنى ثرواته وغير ذلك لأن هناك شبكات كبيرة يعني هذا موضوع آخر يمكن أن نتحدث في فترة أخرى هي ربما تتجاوز حتى الحدود الصحراوية ولكن أعتقد أن التيارات الإرهابية الآن دخلت في مرحلة الخريف أي دخلت في مرحلة الصراعات والتصفيات لأن ما حصل لداعش يمكن أن يحصل للقاعدة وقد بدأت التصفيات داخل القاعدة ونحن عندما سمعنا بالتقارير بالضربات التي أنجزها الأمريكان والغربيون لأشخاص قتلوا في العراق وفي سوريا كان حوالي ثلث من قاعدتهم كانوا من قاعدة القاعدة وبالتالي هؤلاء الذين كانوا يشكلون ثقل كبير وتأثير كبير في الشرق الأوسط وفي شمال إفريقيا أعتقد أنهم دخلوا الآن إلى مرحلة أولا التصفيات الداخلية للاستحواذ على منصب الزعامة وثانيا هو أن حتى الإدارة الأمريكية الأخيرة صرحت على لسان ترامب أنها ستلاحق الإرهابيين لا في الشرق الأوسط فقط ويعني ذلك أنه ستتب ملاحقتهم في القارة الإفريقية سؤال بما أنك ذكرت موضوع تهريب السلاح وأنه حكر على مختار بالمختار كان وموضوع الثروة الطائلة التي يمتلكها وأنه ليس من السهل الوصول إلى الاثنين لو كان هدف هذا التنظيم حقيقيا كما يدعي ومبدأ وأن له عقيدة ومبدأ كما يدعي وكما حاول أن يجذب الشباب بسببه أليس من المفترض أن يكون هذا المبلغ وهذا الموضوع الأسلحة سواء عن تهريب أو غير تهريب مكرسا لهذا الهدف مكرسا من أجل التنظيم ومعاركه ووجوده طبعا يعني هذه التنظيمات هي تدعي أنها ستقيم الخلافة وهي تعرف جيدا أنها لا تستطيع أن تقيم الخلافة وهي ربما تضحك على ذقون أولئك الشباب المغرر بهم وتدخلهم في أتون هذه الحروب التي ليست لها بداية ولا نهاية إذن هم يخادعون أنفسهم ويخادعون الله ويخادعون شعوبهم وهذه نتيجتهم التي نراها اليوم نراهم أنهم كما قلت هم يعيشون في تنقل مثل بالمختار وفي تنكر مستمر وتحت الضربات الجوية في كل مرة وبالتالي لا أتصور أن هذا يمت إلى الدين بسلح ولا يمت لا إلى الإنسانية ولا إلى الأخلاق بسلح وهو ما يجعل هذا التنظيم يدخل مرحلة التقاكل لأنه دخل مرحلة الخريف ويصعب جدا أن يعود إلى إشعاعه كما كان في السابق أنا أشكرك جزيلا من تونس دكتور علي العلياني الخبيب في الجماعات المتشددة